بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو بقدم لك هاتف متورولا ايج 30 برو واللي يعتبر ملك القيمة حاليا في السوق السعودي هنا اقصد منتج يقدم لك مواصفات خرافية بسعر ممتاز فخلونا ناخذ جول على مواصفات هذا الهاتف واللي قدمه نبدأ اولا مع تصميم الجهاز واللي متوافق مع تصاميم الهواية في الذكية المنتشرة حاليا النسخة اللي عندي زي ما تشوفون باللون الابيض الجميل فيه ايضا لون ازرق اخر لو حبيت جودة تصنيع ظاهرة صراحة في جميع الجهات بالاضافة لوجود الزجاج الخلف المصنفر والمقاومة للبصمات رح تجد ان مظهر الهاتف بشكل عام لطيف وعصري من ناحية العتاد حدثوا على حرج ايج 30 برو عداء العيب بصراحة فهو يقدم عتاد قوي بداية باحتة واقوى معالج من كوالكم مع 12 جيجا بايت رام تقدر تزيدها افتراضيا الى 15 جيجا بايت ايضا عندك 256 ذاكرة تخزين ومن ناحية الاداء ايضا يدعم الجهاز سماعتين سيريو ويدعم البصمة ويدعم واي فاي 6E الجديد احدث معايير الواي فاي ويدعم ايضا NFC للدفع وشريحتين ايضا هذه السنة اضافوا معايير لمقاومة رداد الماء وهذه خطوة اضافية ممتازة الهاتف يؤدي كل المهام بسلاسة تامة تبيه للالعاب والاستخدامات اليومية التصفح والمشاهدة والانتاجية والاستفادة من التطبيقات والخدمات الذكية راح يعمل معك الجهاز بكل سلاسة ولن تواجه اي مشاكل شاشة الهاتف تجي بحجم 6.7 انش من نوع OLED وتجي بمعدل تحديث يصل الى 144 هرتز وهي الاخرى لا تقرروا عن مواصفات هذا الجهاز يعيبها السطوع قليلا ولكن الوانها ممتازة للمشاهدة والتصفح واذا كنت من محبين الالعاب حساسية اللمس في الشاشة تصل الى 360 هرتز مع بعض الالعاب وهذه ايضا اضافة ممتازة يحمل الجهاز ثلاث كاميرات خلفية ثنتين منها بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا للعزل وكاميرا امامية لصورة سيلفي بدقة 60 ميجابيكسل تقدم لك صور سيلفي رائعة تقدم لك كاميرات وضع تصوير مختلفة ما بين الصورة الواسعة وصورة البورتريه والوضع الليلي ووضع الماكرو ووضع التقريب النتائج ممتازة في اغلب الوضاع وافضل بكثير بصراحة من الجيل السابق خصوصا اذا توفرت لك اضاءة ممتازة ايضا يدعم الجهاز تسجيل الفيديو بدقة 8K لكن انصحك تبقى على دقة 4K لان الفيديو بيطلع معك اسلث وافضل واكثر ثباتا ايضا يحتوي الجهاز على ثلاث مائيكات لتقاط الصوت اثناء التسجيل وهذه ايضا ضمن الاضافات الكويسة في هذا الجهاز يعمل LG 30 Pro بنظام اندرويد 12 والواجهة خفيفة جدا وسلسة تقدم كل مزايا النظام بالاضافة لمزايا التحكم والتخصيص من شركة مترولا تجدها في تطبيق موتو ايضا يدعم الجهاز ووضع الارتباط بأي جهاز كمبيوتر او شاشة ذكية اما من ناحية التحديثات سمعة شركة مترولا مش الافضل بصراحة ولكن الشركة اعلنت ان الجهاز بيحصل على نسختين تحديث رئيسية يعني اندرويد 13 واندرويد 14 مضمون ان شاء الله كل هذه المواصفات تعمل على البطارية بسعة 4800 ميلي امبير ويجي مع الجهاز شاحن سريع بقوة 68 واط داخل الصندوق هذا الشاحن قادر على شحن البطارية بنسبة 100% خلال 36 دقيقة تقريبا ايضا الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي اذا كان يهمك هالشيء هاتف مترولا ايج 30 برو قد لا يكون الافضل في بعض الجوانب ولكن قوي جدا ومثير الاهتمام في جوانب اخرى ويعتبر خيار مناسب لشخص يبحث عن جهاز بمواصفات قوية يقدم له اداء محترم بميزانية مناسبة خصوصا ان سعر هذا الجهاز 2760 ريال وهذا السعر ايضا ضمن نقاط القوة ويعتبر مغري جدا في ظل جنون الاسعار الحالية للجهزة الرائدة التي تجي بنفس المواصفات اخيرا ان شاء الله عجبكم هذا المحتوى عن هاتف مترولا ايج 30 برو اشكركم دائما على المتابعة وبالتوفيق للجميع